الزعيم عادل إمامة الدولة الفنية المتحركة اللي شكل كتير من وجداننا ومشاعرنا وشخصيتنا وطول الوقت وإحنا بنشوف الأفلام ونفتكر الشخصيات المنسي فاتح نوفل في تيور الظلام طول الوقت وإحنا بنشوف أحمد الموظف البسيط في إرهاب والكباب والساخر في الأفوكات وفهمي عبدالهادي حتى لا يطير الدخان عادل إمام هو الحكاية اللي مش هتنتهي اللي حنفضل نتكلم عنها طول الوقت وخيني دلوقت يتكلم مع حضراتكم كمان عن أحدث إصدارات إحدى دور النشر المصرية من خلال كتاب عدو وقدموا لينا وداخل هذا الكتاب في العديد من الحوارات الصحفية الهامة مع الزعيم عادل إمام الكاتب الصحفي أشرف شرف هو بنوّرنا النهاردة في التسعة ومستمرين في مسيرة الحب ومظاهرة الحب الكبيرة للزعيم عادل إمام وإحنا بنحتفل بعد ملاده لأربعة وتمانين الحقيقة يعني أنا عندي شغف كبير أن أقرأ الكتاب وأقرأ الحوارات الصحفية حديك كمان كان ليك مقال النهاردة بعنوان صديقي عادل إمام في الوطن احتفاءاً بعيد ملاد الزعيم عادل إمام أهلاً سهلاً بحضرتك ويعني كل سنة والزعيم بألف خيري ربه وربنا يمتعه بالصحة عادل إمام بالنسبة لنا مش ممثل عادل إمام زي ما أنا كنت كاتب هو دولة فنية متحركة الحقيقة دولة بحلها هو هو أول فنان في تاريخ مصر يبقى عامل مؤسسة متحركة يعني زي ما بيقولوا عندنا الأهرامات وعندنا 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 عندنا عادل إمام الحقيقة أنت اخترت في الفصل الأول من الكتاب مشاهد من حياة الزعيم من وجهة نظرك كانت إيه أهم وأبرز هذه المشاهد في حياة الزعيم عادل إمام؟ والله أنا اخترت شوية مشاهد كده عشوائية بحكم الاقتراب منه والمكالمات الكتيرة جداً اللي جمعتنا والحوارات الصعفية وتوقفت عند مشاهد كتيرة جداً يعني أنا حوالي رصدت حوالي 25 مشهد عملتهم زي مشاهد السينما هفتكر مع حضرتك أهم المشاهد المشاهد الأولاني لما حد سأل وهو طفل صغير لم يتعدد ثلاث سنوات وقال له أنت نفسك تطلع زي السؤال التقليدي بنسأله كل الأطفال فعل ملك وقتها ما كانتش يعرف يعني ملك وحلمه تحق أنه هو بقى ملك على القلوب يعني عروش الجماهير والحقيقة ده كانت نبوءة مبكرة جداً لما سرته مشواره الفني المشاهد الثاني اللي عالق في ذهني أنه أنا لما دخلت مكتبه الشهير في عدنادي الصيد لقيت مثال غندي فسألته ليه غندي قال لي لأنه هو غندي رمز للسلام حارب بالسانه وأنا بحارب بالضحك والسينما مش بحارب بالسلاح يعني المشهد الثالث تتكلمت عن علاقته زي بدأت بصلاح السعداني علاقته بسعيد صالح مشهد رابع علاقته بأصدقاء ورفقاء السلاح زي ما هو كان دايماً بيقول أنه صلاح السعداني وسعيد صالح هما رفقاء السلاح مشهد زواجه الغريب هالا شلقان أنه مش عايز يتجوز فيتجوز مش عايز يخلي علاق يكون الزواج في باله يعني ده مشهد مهم جداً ونقطة التحول كبيرة جداً المشاهد الأخرى اللي بحاول أفتكارها كمان أنه إزاي هو قدر يصنع تغير وإزاي واكب يطلع من مرحلة سينماعية لمرحلة أخرى بديلة بنفس القدر الممثل الوحيد في مصر اللي نجح في كل المجالات يعني دايماً نلاقي مثلاً سامير غانم مميز أكتر في المصرح نلاقي الأستاذ ياحي الفخراني أو الدكتور ياحي الفخراني مع حفظ الألقاب مميز في التلفزيون نلاقي أحمد زاكي سينما عاد الإمام إزاعة سينما تلفزيون مصرح بنفس القدر ونفس النجاح دي معجزة فنية لم تحدث مع أي حد لا في مصر ولا في الوطن العرب ولا في العالم حتى طيب في فاصل كمان من الكتاب اسمه أفلام ومعارك من وجهة نظرك واقترابك من الزعيم عاد الإمام في عدة حوارات قدرتها معاه شايف ايه المعارك اللي أخذها الزعيم عاد الإمام ويعني حق فيها انتصارات كتيرة جداً يعني معارك ليها علاقة بالرقابة وطبعاً عن مصنعات الفنية كان بيكلم المسؤولين الكبار فكانه اشتغلي عادل وما يهمكش مسؤول كبير قال له اشتغلي عادل وما يهمكش يعني حاجات كانت بتحصل معاه ما بتحصلش مع أي ممثل آخر دايماً أنت بتنتظري قرارات الرقابة والحاجات لكن لما هو بيتدخل الموضوع بيمشي أكيد زي أفلام مهمة زي سفرة في العمارة زي الغول زي عريس من جهة كل الأفلام اللي دخلت الرقابة كانت ممكن لو مع أي ممثل آخر زي الجردل والكنكة اللي بتكلم عن تزوير الانتخابات وعضاء مجلس الشعب ده كان عليه جدل كبير جداً وكلم مسؤول مهم في الدولة وقال له عادل خلاص بالفيلم يعني حاجات بهذا الشكل كانت دايماً مواضيع وقضاياه بتمث الشارع بتمث الشارع لكن وحضرتك بتتكلم عن الرقابة في أفلام برضو دخلت الرقابة وما خرجتش نفسية الرئيس وحارس الرئيس وأكتر من فيلم ودول دخلوا لم يروا النور أعتقد أنهم كانوا في السنوات الأخيرة كمان وهو كان ركز أكتر في التليفزيون هو لم يحارب يعني في المرحلة اللي هي بعد 2016-2017 أعتقد أنه كان خلاص توقف عن المحاربة من أجل خروج أفلام للنور لأنه خلاص كان بالنسبة له أنه بيعمل مسلسل كل سنة فمركز أنه مسلسل سنوي حد فالنتينو 2020